اسم التجربة تأثير الكتلة الهدف من التجربة العلاقة بين تأثير الكتلة والتسارع عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر من سكب الماء على الأرض للوقاية من الانزلاق أدوات التجربة قارورة فارغة سعتها لتران رباط مطاطي خيط مصطرة قمع ماء خطوات إجراء التجربة نربط الخيط بالرباط المطاطي ونضع الرباط المطاطي حول القارورة نملأ القارورة بلتر من الماء تقريباً على أن تكون القارورة في وضع رأسي ثم نغلقها نسحب الخيط حتى تبدأ القارورة في الحركة ونستعمل المصطرة لقياس مقدار استطالة الرباط المطاطي ونلاحظ القياسات نضيف مزيداً من الماء إلى القارورة ونكرر الخطوات فنلاحظ ازدياد استطالة الرباط المطاطي النتائج عندما تتغير سرعة القارورة أو تسارعها فإن القوة المحصلة لا تساوي الصفر وعند إضافة كمية أخرى من الماء إلى القارورة تزداد كتلتها ومن ثم يجب أن تزداد القوة التي يؤثر بها الرباط المطاطي في القارورة أي أن زيادة الكتلة يتطلب زيادة القوة لإحداث تغير في التسارع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر